والوالدي دائما ما يقدم لي النصائح أحيانا تكون النصيحة مبالغ فيها و يضغط علي ضغط كبير و ما له داعي مثل التوقعات الكبيرة في بداية السنة الدراسية و إذا لم أوفق في مادة رد اللوم علي باللوم و الغضب الشديد آخر السنة و دائما ما نكون على نفس هذا المنوال و دائما ما أقول يا والدي انصحني لكن لا تحملني أكثر من طاقتي و هذا الكلام مثبت علميا أن التوقعات و السؤال بكثرة عن الدراسة يولد ضغط و طاقة سلبية على الولد و دائما ما يرد علي لا ما في شيء و كل مرة تكون نفس النتيجة وليد من العين بارك الله فيك و بارك الله في الوالد صلى تعالى أن يحفظك و أن يحفظ الوالد و يحفظ الأسرة و أن يجعلك إن شاء الله من المتفوقين أولا بالنسبة لك أولا قل الحمد لله الذي رزقك بوالد يحرص عليك ترى هذه نعم يا وليد أنت الآن لو تشوف كثير من الأولاد أهملهم آباؤهم و أمهاتهم إهمالا شديدا ما يسألون عنه بعض الآباء ما يدري ابنه في أي سنة دراسية بعض الأمات ما تدري ابنتها في أي سنة دراسية و لذلك من نعمة الله عليك أن يوفقك بوالد بأب ناصح أب حريص عليك أب يعني أشغلت باله و أشغلت حياته يريدك دائما متفوق و دائما ناجح لا تأخذ الجانب السلبي من هذه النصة أخذ الجانب الإيجابي صدقني يا وليد بأن الشيء الذي في خاطرك الآن يذوب و يتقزم و يذهب ما كأنك ما تنظر إليه لماذا؟ لأنك فعلا وقفت على قمة الحقيقة بالنسبة للوالد أنه محب لك و يريدك من أفضل الأولاد و من أفضل الرجال و يريدك دائما متفوق و هذه بالله نعمة من نعم الله في وقت أصبح الناس يعني كلهم في حاله و كلهم مشغول مع أموره فوجود الوالد الناصح بمثل هذه الطريقة ترىها نعمة يا وليد بارك الله فيك قل الحمد لله اللهم لك الحمد و أكثر من الدعاء و ادعي لوالدك يعني طولة العمر على الطاعة و بالصحة و بالعافية فهذه نعمة من نعم الله وين الآن الآباء اللي فعلا لديهم مثل اهتمام الوالد بالنسبة لك الأمر الثاني أنا أتفق معك بالنسبة للتوقعات و كذا و هذا كلامي للوالد إذا كان يشاهدني دائما الأمور هي الأمور الناجحة هي الوسط و لا تغلو في شيء من الأمور و واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم فالوالد العزيز الكريم الطيب الله يوفقه يبارك فيه أنا أنصح بأنه لا يضغط واجد لأن أحيانا أنت الآن لما تضغط على الولد و دائما تذكر توقعات تجعل في حالة ارتباك و تجعل في حالة عدم تركيز لكن أنت وجهه و انصحه ثم قل له وفقك الله أما ضغط عليه و انتبه و قصر في مادة و تقيم الدنيا و لا تقعدها أعتقد بأن هذا غير سليم و لذلك أنت أرسم الخطوات لابنك كل هذا الطريق الله يعينك و يوفقه و أنا أدعو لك و متى ما أن احتجتني أنا موجود متى ما أن احتجتني أنا موجود خلاص يعني وليد واضح بأنه ولد عاقل ما شاء الله اللهم بارك و ناضج محب لوالده فأنت يا والد وليد قل له هذا الطريق ارسم لهذا الطريق و قل له متى ما أن احتجتني أنا موجود و هذا ما يمنع أنك تسأل أحيان لكنك تجعل تحت الضغط هذا غير جيد تربويا و عقليا و نفسيا و واقعيا هذا يسبب ردات فعل و ربما ينتكس الولد دراسيا فالنجاح و الخسارة هذه سنة من سنن الله الكونية النبي صلى الله عليه و سلم أشرف الخلق كان عنده ناقة ما تسبق دائما في المركز الأول ناقته عليه الصلاة و السلام ما تسبق أبدا مر من المرات جاء أعرابي أعرابي فسابق ناقة النبي عليه الصلاة و سبقها فحزن الناس الناس كلهم أصابهم الحزن فماذا قال النبي عليه الصلاة و السلام قال حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه الله أكبر يقول حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه فهذه سنة من سنن الله ناقة النبي سبقها أعرابي على ناقته و هي ما كانت تسبق فالفوز والخسارة والنجاح والفشل هذه سنة كونية فتحميل الإنسان مثل هذه الأشياء والضغط عليه هذا أمر غير جيد فيا وليد بارك الله فيك أنت قل الحمد لله الذي رزقك بهذا الوالد الطيب الكريم السعيد المبارك الذي فعلا يهتم بعيانه لكن أنا بعد نصيحتي للوالد أن يخفف شوي وأنصحه بأنه يقول لك يا وليد هذا الدرب ليوصلك إلى النجاح ومتى ما أنحتجتني أنا موجود أصدقني يا والد وليد بأن ابنك بإذن الله سيكون من الناجحين